اتفق مجلس الأمن في جلسته الخاصة لمناقشة الوضع في ليبيا على ضرورة إجراء الاتخابات في موعدها والحفاظ على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة بينما حذر المبعوث الأممي الخاص في ليبيا يانكوبيتش من أن وقف إطلاق النار سيذهب السودان في حال عدم الاتفاق السياسي بحسب تعبيره دعم الانتخابات الليبية في موعدها الحفاظ على وقف إطلاق النار القائم منذ أكتوبر وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية سحبا كاملا من البلاد ثلاث نقاط رئيسة اجتمع حولها الحاضرون في جلسة مجلس الأمن الخاصة بليبيا هو موقف الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرها وهو ما خرج به بيان الجلسة الختامي نحن جميعا متفقون على إجراء الانتخابات في موعدها بحسب اتفاق الملتقى السياسي الليبي وأيضا متفقون على إطلاق النار وعلى سحب المرتزقة من البلاد بشكل كامل البيان الختامي سبقه كلمات عديدة للمشاركين تونس باعتبارها ممثلة المجموعة العربية في مجلس الأمن شددت على أهمية أن لا يكون التعثر في جينيف سببا في فشل الاتفاقات السياسية نحث الفرقاء السياسيين الليبيين كافة على مواصلة الحوار المسؤول للوصول إلى صيغة توافقية للقاعدة الدستورية التي ستجري الانتخابات بموجبها ولا يجوز أن يكون تعصر مفاوضات جينيف مؤخرا سببا لإرباك المسار السياسي الأمم المتحدة أكدت كذلك على دعم الانتخابات لكنها حذرت على لسان مبعوثها الخاص من عدم الاتفاق السياسي والقانوني الذي يضع وقف إطلاق النار في مهب الريح تنفيذ وقف إطلاق النار القائم منذ خريف 2020 في إطار السياق السياسي والإصلاحات هو أمر مهم ويعتمد كل من جانبيه على الجانب الآخر موضوع المرتزق حضر بقوة وهو أحد أهم ما يشغل بال رئيس الحكومة الوطنية الليبية تبقى مسألة المرتزقة والمقاتلين اللجانب المتواجدين على الأراضي الليبية أهم عوايق الاستقرار في ليبي وإذن نؤكد اليوم أمام مجلسكم المؤقر على أهمية الإسهام معنا في التصدي لهذا الأمر وبكل قوة فرصة احترام جميع الأطراف لقرار مجلس الأمن تبقى محل تساؤل فخلال تسعة أشهر كانت الأمور تسير بشكل يبدو جيدا غير أن الإخفاق في الاتفاق على القاعدة القانونية للانتخابات ومن يرشح ومن لا يجوز أن يرشح أعاد فرصة الحل خطوات إلى الوراء ومن ترابلوس ينضم إلينا مرسلنا إبراهيم العبدالي إبراهيم الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها هذا قول مجلس الأمن ماذا عن قول أو أقوال الأطراف الليبية بشأن الإمكانية ذلك؟ نعم في ليبيا هذه النداءات أو كل نقاط التي تم تدولها يوم الأمس في جلسة مجلس الأمن هي حقيقة النقاط تم الترحيب بها من كافة الأطراف الليبية إجمالا في الشرق وفي الغرب ترحب بكافة النقاط التي تم الحديث عنها يوم الأمن سباء موعد الانتخابات القادمة في ديسمبر المقبل أو عملية إخراج المرتزقة أو توحيد المؤسسة العسكرية ولكن مسألة الخلافات في ليبيا هي داخل كل نقطة من هذه النقاط اليوم الخلاف الرئيسي ليس عن موعد الانتخابات ولكن في تفاصيل الانتخابات اليوم الانتخابات في ديسمبر المقبل وفشل ملتقى الحوار السياسي نهاية الشهر الماضي في إقرار قاعدة دستورية تنظم على أساسها الانتخابات المقبلة وبالتالي حتى هذه الساعة لم يتم إقرار أي قاعدة الانتخابات المقبلة نظرا لأن الخلافات في ليبيا تدور حول هذه القاعدة ومسألة الترشح من يترشح ومن لا يترشح وكيف تتم عملية الترشح واختيار الرئيس مباشرة من الشعب أو اختياره من قبل البرلمان هذه هي الخلافات بين الأطراف الليبية اليوم انتقلت إلى داخل ملتقى الحوار السياسي وانتجت فشل في إقرار هذه القاعدة اليوم كافة الأطراف الدولية وأيضا كافة الأطراف المحلية في ليبيا تؤكد على موعد الانتخابات القادمة ولكن عمليا حتى هذه الساعة ليس هناك أي مؤشرات على أن الانتخابات سوف تتم نظرا لأن لم يتم إقرار أي قاعدة دستورية لهذه الانتخابات وللتزال الخلافات بين الأطراف السياسية حول هذا الموضوع أيضا من جانب آخر كافة الأطراف تؤكد على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا ومن بينهم روسيا يوم الأمس في مجلس الأمن ولكن هي ذات النقاط التي تم التأكيد عليها في مؤتمر برلين 2 قبل أسابيع وحتى هذه الساعة لم يتم البدء في إخراج المرتزقة سواء من الشرق أو من الغرب وهذه أحدى المسائل الرئيسية في سبيل الوصول للانتخابات المقبلة أيضا النقاط التي تم تطرق إليها يوم الأمس استحدث عنها المبعوث الأمميو هي مسألة فتح الطريق كانت هناك محاولة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية لفتح الطريق في المدة الماضية ولكن الطريق لازلت مغلقة حتى هذه الساعة من الجهة الشرقية وهذه أحدى النقاط الرئيسية في سبيل الوصول إلى الانتخابات إجمالا كل النقاط التي تم تطرق إليها في شلسة مجلس الأمن هي في عمومها تم ترحيب أو سبق وأن رحبت ودعمتها كافة الأطراف الليبية في ليبيا ولكن الخلافات حول مسألة تنفيذ هذه الإجراءات بدء خروج المرتزقة فتح الطريق الساحلي وأيضا مسألة توحيل المؤسسة العسكرية التي طالب رئيس الوزراء يوم الأمس كافة المجتمع الدولي وأيضا كافة الدول الضالعة في المشهد الليبي بمساعدة الحكومة الليبية على توحيد المؤسسة العسكرية والتي تعتبر الآن أحد أبرز العوائق التي لم يتم أو أحد أهم المؤسسات التي لم يتم توحيدها منذ بدء استلام حكومة الوحدة الوطنية أعمالها في مارس الماضي والتي أكد رئيس الحكومة يوم الأمس أن حكومة الوحدة الوطنية نجحت في توحيد أغلب مؤسسات الدولة هناك مسألة المؤسسة العسكرية وأيضا حثى مجلسي النواب والدولة على الاتفاق على المناصب السيادية في ليبيا ليتم توحيد كافة مؤسسات الدولة وأيضا للوصول إلى الانتخابات القادمة على قاعدة صلبة وتكون وفق حكومة واحدة تضم أو تعمل في كافة التراب الليبي وباقي خمسة شهور تقريبا حتى موعد الانتخابات وما زالت معظم المعضلات التي تحول دون التوافق على حالها شكرا جزيلا لك إبراهيم العبدالي من طرابوس ترجمة نانسي قنقر